لوحة فريدة مزجت بين الرسم بالريشة والألوان والرسم بالنار والأدوات الحدة بطريقة حديثة في الرسم ابتكرها الرسام اليمني محمد الباشق فتميز فيها وأطقن عمله بمهارة عارية محمد الباشق فنان تشكيلي مدرب فنون تشكيلية درست الفن دراسة خريت جامعة الحديدة كلية الفنون الجميلة أرسم بعدد خامات منها قلم رصاص ألوان خشبي مائي أكريليك عديد من الخامات تصل إلى 25 خامة طورت من بعض الخامات التي هي بالأدوات الحادة أصبحت الوحيد الذي يشارع إليه بالبنام في اليمن برسم بالأدوات الحادة طورت الرسم لدرجة أن أبتكرت رسم جديد وهو الرسم بالنار تقنية جديدة وإن شاء الله بذن الله في صدد تطوير عدة تقنيات أخرى إن شاء الله أستاذ محمد الباشق هذا الأستاذ النادر الأستاذ الرائح الأستاذ الذي نحن نسموه مليك الإبرة قدراته بالنسبة للرسم بالنسبة للتلوين رائعة جدا صاحب موهبة عالية عنده ملكة قدرة أنه يستطيع كيف يتحكم باللون ويواقح في الاحتفالات المباشرة طبعا وهذا عمل صعب جدا طبعا من أنه صعب الأعمال اللي يشتغليه طبعا عمل مباشر مباشرة يشتغل بالقشط بالموس ويشتغل أيضا بالنار فعمله رائع جدا من أرواع الأعمال رسومات يستمتع الناظر بها ويغوص في تفاصيلها وقد تستغرق ساعات وربما أياما وتتطلب جهودا مضاعفة بعكس الرسومات بطرق تقليدية أنا مدرس من 2009 وأخذت التدريب من 2013 ودربت في أكثر من أماكن معاهد ومدارس وجامعات حاليا أدرب وأفعل ورش تدريبية لطلاب في تخصصات كثيرة منها التخصص التصميم الداخلي ومنها الجرافيكس ومنهم المتخصصين بالرسم والألوان المعماري وغيرهم بالنسبة لتقنية التدريب والتدريس أخذتها عدة فترات طورت فيها أحب أنقل كل المهارات التي اكتسبتها من خلال هذا التدريب للطلاب يتحدث الباشق عن نفسه بأنه ليس هاويا للرسم ولا موهوبا به بل تعلمه ودرسه وأتقنه ثم تمرس به وأصبح عالمه الخاص حيث يعمل مدربا للرسم ويرسم أجمل اللوحات الفنية بطرق متعددة ويكون السر في جمال لوحاته أنها تسمح للناظر إليها أن يقرأ فكرة لوحاته كل من منظوره الخاص يشارك محمد الباشق بفعاليات ومهرجانات حية لتقديم أفكاره بالرسم بطرق مبهرة تشد الجمهور إليها وفي دقائق معدودة ويحاول كل يوم إضافة مميزات جديدة إلى عالمه الخاص حيث لا يقتصر الرسم على الرشة وحسب بل هناك فضاء أوسع وأدوات كثر في هذا العالم يمكن للفنان أن يطلق العنان لخياله ليبدع كيفما يشاء اشتركوا في القناة